سأبدأ بأول experiment وهي Ohm's Law وهدف من experiment هو أن نتحقق من Ohm's Law نبدأ مع بعض عندما تعمل هذا experiment تكون قاعد تفكر كيف أول شيء تحققق من مقامة واحدة مثل الرسمة أو التوصيلة في الصورة المفروض أن تذهب إلى Procedure و تبدأ أن أنت ترى المؤمنة بتاعتك تعرف عندها المعزل بكام وتعرف عندها الزيرو كورينت بكام فوليكن أنا رحت عند المعزل بكورينت ومثلاً لقيت عند الـ 1V عندي معزل بكورينت وليكن 1A وكان الزيرو كورينت وقتها طبعاً الزيرو كورينت عبارة عن إيه؟ عبارة ان انا فصلت الدايرة وشفت الكورنت اللي فيها يعني الone ampere اللي هو ماللي امبير اللي حصل ان انا لقيت zero current في الدايرة وانا فاتح الدايرة طب الكورنت ده السورس بتاعه ايه؟ هو الانترنل سيركيت اللي موجوده جوه الجهاز اللي بقيس به اللي هو الموجود اللي هو الانترفيس 550 فلقيت وليكن والدايرة مفتوحة ان انا عندي مثلا 0.25 ميلي امبير ببدأ الاحظ ان انا اطلع لي هنا حاجة اسمها true current ايه الترو كورنت ده؟ ده الكورنت اللي ماشي في السيركيت بس ده اللي داخل على المقاومة بس اللي حصل هنا ان الماجورت كورنت اطرح من zero current اداني الترو كورنت طب لو انا مثلا عند الثو وانا عند الثري وانا عند الثري فولت لقيت مثلا ده 0.75 يبقى انا الترو كورنت طالع عندي بالشكل ده طيب لو انا عندي الفور مثلا 4 ميلي امبير يبقى انا المفروض اجي اشوف هنا هلاقي مثلا او بوينت او مثلا او مثلا وان امشي بتسلسل كيني بكتب الكير طيب فالنقطة ديت انا بعمل ايه؟ انا بشوف الماجورد كورنت اللي بيطلع لي كام وانا قافل الدايرة وبعد كده بشوف الزيرو كورنت كام وانا فاتح الدايرة اوكي وبعد كده بيطلع لي الترو كورنت اللي هو ماشي فيه المقاومة بس لو انا اخدت الترو كورنت ده وبدأت اعمل اشوف كيرف بالشكل ده اختار الفولتج واشوف الترو كورنت طبعا ده بالميلي امبير طبعا تليع لي نقطة بالشكل ده طيب هتعمل ايه؟ روح هات اللينير فت لقيت ان القيمة دي السلوب بتاع اللاين ده 1.33 خد بقى لك ان ال 1.33 ده كيلو اوم ليه؟ تعالا نشوف مع بعض لو انت عندك ال V بتساوي ال I في ال R وال R دي طبعا اللي انت مشاق مواصله في الدايرة او ال R اكويفلنت على طول فانا ما عنديش غير R واحدة اللي بشتغل عليها في الحالة دي فهو ال I في ال R طيب لو انا روحت اعملت كيرف للنقطة دي هلاقي ان انا ال Y عندي ال V ال X عندي ال Current لانا كنت بشوف ال Current عند كل فولت يعني لو رتبت المعادلة دي ال V بتساوي ال R في ال I طيب من معادلة الخط هي اللي هي العادلة الخطيقة ال Equation of a Line بلاقي ايه بلاقي ايه بلاقي ان انا عند ال Y equal MX plus B أو plus C ده في الحالة دي بيكون zero لان انا ال Y intercept هنا المعادلة اللي فوقيها مفيش عند حاجة طبعا ال X axis انا رسمت ال Current Y axis انا رسمت ال Volt بسلوب بتاعي طالع resistance يعني النقطة اللي انا رسمتها دي لما رحت عملت Line بالشكل ده يمثل لي البست فت الاسلوب بتاعه الاسلوب بتاع اللين ده اللي هو وليكن I1 وهنا I2 هنا V1 وهنا V2 فعلشان أجيب الاسلوب لقيت إن أنا لازم أشوف V2-V1 على I2-I1 اللي أنا عندي ΔV على ΔI اللي هو لازم يطلع لي المقاومة أو الResistance تمام؟ ومن اليونت دي بعرف إن ده Ohm اللي هو Equivalently Volt Divided By Ampere تمام؟ يبقى دي بالنسبة للنقطة الأساسية الأولى اللي هنبدأ نتكلم عليها بالنسبة للاناليسيس طيب ناخد بالنا من حاجة صغيرة وهي لعبة اليونتسي هنا عندي تحت هنا ميلي أمبير وعندي هنا فولت طيب ثواني لحظة هل الرقم هيطلع لي بي الميلي أمبير ولا سيطلع لي بي الفولت ولا سيطلع لي بإيه بالزبط لو أنت جيت هنا قسمت Volt على ميلي أمبير المفروض الميلي ده علشان تحوله تمام؟ نبقى أنا Volt على أمبير مضروف في 10 البار بتاعه negative 3 يعني ده Volt على أمبير مضروف في 1000 ألف أكيد؟ Volt على أمبير اللي هي أوم ودي مضروفة في 1000 يعني أنا عندي 1000 أوم يعني أكني بقول كيلو أوم يعني من الآخر 1 ألف ميلي إكويفلنت للكيلو تمام؟ فلما تلاقي Volt على ميلي أمبير يبقى يطلع لي الرقم بالكيلو أوم تمام؟ يبقى الرقم اللي طالع لي في هذا السلوب هو مش 1.33 أوم ده 1.33 كيلو أوم طب لو أنت جيت على الجراف بتاعك وحولت ده الأمبير هتلاقيه فعلا ده 1330 أوم تمام؟ يبقى دي بالنسبة لبورت إزاي أن أنا أعمل الأناليسس بالنسبة للنقطة دي طبعا أنت ممكن تلاقي أن الكيرف جاي لك أصلا ما فيش أي حاجة محطوطة ما عنديش أي حاجة موجودة تمام؟ وأقول لك إيه؟ أنا عايزي Resistance قمعاك أنت قيم الفولت فتيجي هنا تقوم عامل الفولت وجاي هنا تقوم عامل الترو كارنت ما تنساش تمام؟ وطبعا الترو كارنت لما ترسمهم مع بعض سيطلع لك line بالشكل تجيب سلوب خلاص أنا كده معي قيمة Resistance ناخد بالنا من الجزئي دي طيب بعد كده الأسئلة مش 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 الشغل الشاغل في الوقت الحالي هنروح نشوف طيب لو أنا عندي دلوقتي سيركت أنا بوصلها مع بعض وعايز أشتغل على سيريز أعايز أشتغل على باراليل أعايز أشتغل على سيريز باراليل فالفترد أن أنا جيت قلت لك والله أنت عندك الأر دي الأر دو متوسرة مع الأر ثري سيريز سيريز معناها إيه؟ معناها أنك أنت هتروح تجمع المقامة تندول على بعض يعني المقامة دي بالكيلو أوم هتقوم جاي هنا كاتب ديمتين وخمسين كده انت غلط ليه؟ لأن دي بالكيلو أوم بس اللي فوق دي بالأوم يبقى متين زائد خمسين يديني متين وخمسين أقسمهم على ألف طب أعمل إيه؟ عشان ما غلطش الغلطة دي وأدخل في عملية التحويل خلي دي أوم عادي وده يتخليها متين وخمسين تمام؟ لما تيجي بعد كده تحول اليونة دي تحول اليونة دي لكيلو أوم هو أورادي هادي الرقم ده باي وان تامزند تمام؟ طب البراليل هاعمل إيه؟ نفس الكلام هتروح تشوف فأنا أفترضنا بخليها قوم دلوقتي طيب البراليل هاعمل إيه؟ هقول طيب انت موصل إيه الأول براليلة يقول لك R2 و R3 طب سواني علشان أعرف الكيمة ديت يبقى أنت لازم تيجي تشوف إزاي أقدر أحسب R2 مع R3 مبدئيا كده علشان تقدر تحسب الكيمة ديت تعالى الأول نعرف إزاي القيم بتاعت في حالة L series أنا عندي R equivalent عبارة عن R2 plus R3 طيب طيب R2 بـ 200 زائد 50 ديني أو طيب في حالة البراليل يبقى أنا عندي R equivalent عبارة عن كل كده المقامات مجموعة لبعض الباور بتاعها negative 1 1 over R2 plus 1 over R3 والكلام ده هيساوي 1 over 200 plus 1 over 50 كل ده الباور بتاعه negative 1 يعني لو انت جيت علشان تحسب القيم ديت مع بعض المفروض ان انت تيجي هنا تبدأ 1 over 200 plus 1 over 50 كل ده الباور بتاعه negative 1 المفروض يطلع لي رقم أقل من أصغر مقاومة في الدائرة يعني أقل من 50 لو جيت هنا لقيتها فعلا 40 يبقى الرقم ده 40 over تمام وآخر حاجة series parallel طب series parallel عبارة عن ايه ال R equivalent أنا ما الصلق ال R 2 تمام ده series مع R 3 parallel مع R 4 نيجي هنا هي R 2 بكام 200 طيب يبقى ده زائد دول بقى مع بعض المقام كل واحدة فيهم بكام كل واحدة فيهم بخمسين طب لما جيب R parallel equivalent بتاعتهم يبقى 1 over 50 plus 1 over 50 ديني طبعا الكل power negative 1 لما تيجي تشتغل على الرقم ده هتلاقي ان انت بكل بساطة عندك 25 يعني المقام بتاعتي المكافأة للدايرة series parallel 225 ohm يعني لو انت جيت هنا وشفت ال parallel احنا قلنا ده 40 ده 225 يبقى انت كده معاك كل المقام بتاعت الدايرة بتاعتك ممكن تخليهم بالكيلو اوم زي ما انت تحب بعد نخش الدايرة دي وهنا بيقول مثلا عند potential ومثبت الpotential عند 8 volt في حالة انه مثبت الpotential يبقى zero current عمره ما هيتغير يعني لو zero current هنا وليكن يعني انا عندي 2 ميلي امبير هيفضل 2 ميلي امبير عند كل الpotential او output voltage تمام طب الـ average current كام في حالة series وحالة parallel وكلام ده كله انا ممكن اقول انت تقدر تسيلكت الماجرمنت من هنا اقول مثلا اختار i average ومن i average دي اروح لي select data اقول مثلا عند R1 القيمة دي بكام هتبدأ ان انت تقرى هنا قيمة القيمة ديت بالميلي امبير فاقول مثلا عند R1 هتلاقي عند Run1 مثلا هتروح عند Run1 هتلاقي ان قيمة potential هنا ب 0.25 تمام او بلاش لقيت باربعة ميلي امبير يبقى انا هنا عند الاربعة ميلي امبير دي كانت Run1 في حالة series باربعة طيب عند Run2 دي في حالة البراليل رحت انت عند Run Select Measurement او Select Asd Data وهتطلع لك عند Run2 القيمة بكام مثلا تمام كام كام الهي يقدي ايه مثلا والهي كنت الهي يطلع 12 ميلي امبير اهو يبقى عند 8 ب 12 ميلي امبير رحت جاي ايلك طيب عند Run3 دي الدايرة الها series parallel اللي قيمة الطيار فيها مثلا هيكون ب 4.5 4.5 اهو تروح انت مختار برضو نفس الكلام وعند 4.5 طيب لقيت هنا Volt وجاي هنا عندك مثلا معمول لك حاجة انه يتقال لك ايه ام مختار عندك اي حاجة بالشكل دا يبقى انا محتاج ان انا اجي هنا اعمل average current مش ممكن ممكن ما يبقاش مكتوب يبقى الطبيعي ان اختار ايه منين طرح لي average current ناقص zero current نفس الكلام average ناقص zero تطلع لي true current انا اجيب الexperimental resistance اجيب هزاي الفيدا ناقص الexperimental resistance على theoretical resistance مضروبة 100 تمام فالحالات دي هلاقي ان انا بطلع percentage of difference يبقى بكل بساطة علشان تعرف ان انت تشتغل على الجدول ده لازم تبقى عارف حكتين مهمين جدا لما بطرح average ناقص zero بطلع لي true current لما بقسم volt على true current بيدين experimental resistance لما بطرح theoretical ناقص experimental وقسم على theoretical واضرب 100 بيدين percentage of difference ده اللي انت محتاج ان انت تبقى عارفه في جدول زي ده وبكده هتلاقي ان كل حاجة بالنسبة experiment ده متوفرة لك بدون ادنى مشكلة اوكي فده بالنسبة للجزئية دي هعمل معاك نفس التوضيح يبقى انا علشان اجيب الترو current المفروض اعمل ايه المفروض ان انت تشوف ال average current كام بكاد اطرحوا ناقص الزيرو current يدي لك value طب الفولتج كام والله الفولتج كان بتمانية فولت طيب يبقى انا علشان اجيب الر experimental يبقى انا هاقسم التمانية على الترو current وليكن ده التو ميلي امبير يبقى انا بأسم تمانية على 2 ميلي امبير ما تنساش هيطلع لي 4 كيلو اوم تمام يبقى دي experimental resistance طبعا انا عايز اجيب percentage of difference او error اعملي يبقى يبقى عندي هنا absolute عندي هنا theoretical ناقص experimental على theoretical مضروف في 100 وجنبه علامة ال percentage مش شباب يبقى ده بكل بساطة ازاي تروح تحسب ال percentage of difference واعلاقة كل ده بالجدول اللي موجود عندك كده يبقى احنا خلصنا اول experiment